يسلك رئيس الوزراء محمد شاع السوداني مساراً مألوفاً للحكومات العراقية حيث يقوم بالحد الأدنى للتوازن في العلاقات بين واشنطن وطهران كونه أعلن في مناسبات عديدة موقف العراق الدائم في رفضه أن يكون ضمن سياسة المحاور السوداني بكل تأكيد يعمل على إخراج العراق من أي هيمنة دولية أو إقليمية لكن في ذات الوقت هناك صعوبة في تحقيق هذا الأمر لا سيما وأن هذه الهيمنة ليست وليدة اليوم بل هي موجودة في العراق منذ سنوات وتحتاج إلى وقت والكثير من القرارات والدعم السياسي لإخراج البلاد عن أي هيمنة إقليمية ودولية حكومة محمد شاع السوداني تعمل على تبني وانتهاج سياسة الانفتاح الخارجي للعراق تجاه الدول الإقليمية والعالمية بهدف كسب التأييد الدولي ما يعزز استقراره وتحقيق مصالح شعبه وأمن المنطقة مع الإشارة إلى رغبة الحكومة في توسيع أفاق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات يبدو أن السوداني أدرك جيدا أن الابتعاد عن واشنطن وحلفائها في المنطقة سيخسره الكثير فبدأ يجري سلسلة من رسائل وإشارات ولقاءات مع ساسة ودبلوماسين عرب وأجانب من دول مختلفة انطوت على توجهات إيجابية لتحقيق مزيد من الانفتاح في علاقات العراق بجيرانه ومحيطه الإقليمي والفضاء الدولي بما يعزز مكانته ويكرس سيادته ويوسع مصالحه فضلا عن جعله نقطة التقاء وساحة للتفاهم والحوار بين الفرقاء لكن الإطار التنسيقي يظهر أنه يلتزم بعراق مستقل وتربطه علاقات قوية مع الولايات المتحدة في الوقت الذي يعمل فيه على تموضع بغداد بصورة هدئة إلى جانب طهران فهل سيصمد السوداني أمام كل هذه الضغوطات والصراعات بين الجانبين؟